اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملكولي العهد على ما تشهده وطيرة التعاون وتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من تقدم وتطور مستمر بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متميزة وحرص على مواصلة تعزيزها نحو مستويات أكبر وأشار سموه إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين وما نتج عنها من توقيع لاتفاقيات ومذكرات تفاهم أسهمت في توطيد وترسيخ العلاقات الثنائية والدفع بها نحو فضاءات أوسع من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والتي كانت آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس يومنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لدى لقاء سموه السناتور كوري بوكر عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي حيث نوه سموه بما وصلت إليه علاقات البلدين الصديقين من مستويات متقدمة مشيرا سموه إلى الحرص المشترك على موصلة تعزيز الفرص الواعدة والاستمرار بالدفع بمسارات العمل والتنسيق بين البلدين الصديقين بما يسهم في ترسيخ الشركات الاستراتيجية ويعود بالخير على الجميع وثمن سموه الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في إرساء دعائم الأمن والسلام الدوليين مؤكدا دعم مملكة البحرين كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم كما جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة